سيد بلاد فنعاني أثناء الصلاة نعم جهار الزراو أوقات تحركون حتى في المكان صلاة وقال يأخذون ترضى من العديد ويأخذون صلاة خذناتكم إن شاء الله مشكور واضح حياك العين الأخ بجعفر سؤال واضح يقول أنه أنا أثناء الصلاة أطفاله يظهر بس سمعت صوت أطفاله أطفاله الله يحفظهم حركين شوية يقول يجروني يزعزعوني من مكان الصلاة ويدفعوني ويأخذون التربة وكذا وما إلى ذلك نقول له للآخ ما في إشكال يعني إذا أولادك إذا تقدر تشوي تصلي بعيد عن الأولاد جيد رح صلي في الغرفة وتسد الباب وأقف صلي بأدوءه وعلي حال بتروي وهو الأفضل طبيعة الحال أن نصلي في مكان في غرفة وسد الباب هي كلها صلاتك ما تتجاوز عشر دقائق أما أنت صلي بالصالة وكذا والأطفال صاعد ونازل حالي اشتفتهم من صلاتك يعني إذا تكلم من قضية الآداب مو قضية أنه حلال وحرام ولكن يقول ما عندي مكان سيدنا ومكان ما عندي وما ممكن يعني أطفالي هم هالطريقة هذي يقول له ماكو اشكال حتى لو يحركوك من مكانك من لما يحركوك لا تقرأ يعني جاء أقرأ الحمد سورة الحمد في أثناء سورة الحمد يجروني يحركوني لا تقرأ لما تحرك لا تقرأ لما توقف وتسكن وتستقر اقرأ فيجوز لك أن تكمل صلاتك ولكن بشرط أنه حال الحركة لا تقرأ مثل ركوع أنت لما بالركوع حال ركوعك ما يخالف لكن حال الركوع حاول أن تكون مستقر لا أنه في حال ركوع تم تأرجح وما أخذك منه ومنه ما يصير هذا فالأطمئنان والاستقرار من واجبات الصلاة فلابد أن تكون مستقرا مطمئنان واضح أخي الكريم أما يأخذون التربة مو مشكلة واحد يأخذ تربة بإيده خلي تربة بإيدك لا تخليها أمامهم لما تنزل للسجود صلي عليها وامسكها بإيدك وقوم عنها فتقدر توفر على حال ما يسجد عليه توفر تربتك بإيدك لا تخليها في معرض ماذا في معرض الفقدان نعم ترجمة نانسي قنقر